من قصص حروف ممنوعة للأستاذ هشام حسن القراطيس يقرأها لكم محمد رجب بداية أحب أن أعرفكم بنفسي أنا رجل أكتب القصص هناك تفاصيل أخرى لا تهمكم أعزب متزوج أبيض أسود طويل قصير غير مهم أهم معلومتين أنني رجل وأنني أكتب القصص كنت أكتب قصة كل يوم لمدة عشرين عاما لدي آلاف القصص قد تقولون وما لنا وما لك تكتب أو لا تكتب ما مشكلتك بالضبط سأقول لكم ما مشكلتي طوال عشرين عاما لم يقرأ أحد أي قصة من قصصي لسبب بسيط وهو أنني لم أنشر هذه القصص أبدا فأنا كأي رجل يكتب قصصا لا أجد تقريبا ما آكله صباح يوم توفي خالي الثري كما يحدث في كل القصص الجميلة لم يكن خالي متزوجا وكنت وريثه الوحيد هذه معلومة جديدة لكم لقد أصبحت ثريا كان من الجدير بي أن أتصرف مثل كل الأغنياء أتزوج ممثلة لعوب أو مغنية متفجرة الأنوثة أسافر الأوروبة ولكنني لم أفعل كان أول ما فعلته أنني أجرت عربة ربع نقل ووضعت عليها أوراق قصصي وتوجهت إلى أكبر مطابع البلد وطلبت منه طباعة خمسين ألف نسخة من كل قصة بعملية حسابية بسيطة تبين أن ذلك سيكلفني تقريبا كل الثروة التي أمتلكها لا يهمني ذلك أنا لا تهمني الثروة أريد أن يقرأ الناس قصصي هكذا حدثني شيطاني بعد شهرين طلبني مدير المطبعة ليسلمني الدفعة الأولى مما طبعه طالبا أن أوجر ثلاث عربات نقل لتكفي الكمية لا مشكلة في عربات النقل ولكن أين سأضع هذه القصص؟ قمت باستئجار مخزن كبير جدا لأضع به قصصي سأسجد الإيجار من ريع بيع الكتب طبعا لا مشكلة وصلت الدفعة الأولى بحفظ الله إلى المخزن أخذت من كل قصة كمية وبدأت أوزعها على المكتبات وضعت عشر نسخ بكل مكتبة في البلد وتركت أرقام اتصال ليطلب المزيد عند نفاذ الكمية في بداية الأسبوع التالي تلقيت اتصالا من أحد المكتبات يطلب حضوري للمكتبة لابد أنه يريد التعاقد معي لإحتكار نشر القصص بسلسلة مكتباته دخلت المكتبة وقابلت صاحبها كانت النسخ العشر على مكتبه ملفوفة بخرقة قذرة قال الرجل وهو يطالع شيئا أمامه دون أن ينظر لي خذ هذه القصص ولا تريني وجهك مرة أخرى ماذا حدث؟ خذ القصص واخرج من هنا قبل أن نلقي بك معها في الشارع تكرر الأمر في أربعين مكتبة دون أن أفهم السبب عندما دخلت المكتبة الواحدة والأربعون وجدت صاحبها رجلا عجوزا جدا قال لي بنبرة حانية خذ هذه القصص يا ولدي ولا تجعل أحدا يراها هل هي سيئة لهذه الدرجة؟ سيئة؟ بالعكس لقد كنت أبكي وأضحك وأضرب كفا بكف على أحوالنا أنا لم أنم منذ يومين حتى قرأت العشر قصص أنت تصيبني بالجنون ولماذا إذن تطلب مني أن أخذها وأذهب؟ لماذا لا تعرضها في المكتبة؟ كل ما تكتبه يمكن أن يفسر ضد أحد ما أنت دوما تنتقد أحدا أو شيئا أو على الأقل يمكن أن يفهم أنك تنتقد بعض قصصك تتحدث أن هناك ناس غير سعداء حتى أن هناك قصص تتحدث عن وجود فقراء لا يجدون طعامهم أو مرضى لا يجدون علاقهم كما أن هناك قصص تتحدث عن وجود ظلم أو واسطة أو فساد أو ديكتاتورية وهل يمكن أن أكتب قصة لا يوجد بها أي شيء من كل هذا؟ ممكن هناك قصص ننشرها لا يوجد بها شيء من ذلك ألم تقرأ قصة قمصان النوم الشفافة؟ أو قصة جائعات للسراير؟ أو قصة ليالي سجن النساء الحمراء؟ أو قصة الحلو المركوب؟ أو قصة عشق الزرايب؟ أستغفر الله العظيم هل هذه عناوين قصص؟ هذه عبارات تكتب على جدران الحمامات في المدارس الإعدادية يا بني هذه القصص فازت بجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية وباعت ملايين النسخ وتحولت لأفلام حققت نجاحا سحقا جوائز الدولة؟ نعم يا بني أنت موهوب عندي لك فكرة لقصة شاب جميل يضاجع زوجة عمه وخاله وجدته وتحمل النساء وقفزت من مكاني وأنا أكاد أن أقذف ما بجوفي في وجهه وأخذت القصص وخرجت جريا مشكلتي الآن أن لدي مخزنا كبيرا مليئا بعدد مهور من القصص كيف يمكن أن أتخلص من هذه القصص؟ لاحت لي فكرة توجهت إلى جارنا المعلم حسين المملح صاحب محلات قزقز وبعت له كل ما بالمخزن ليستخدم قراطي سلب سوبر وسوري وفول سوداني كنت سمحا لينا فبعت له بنصف سعر كيلو الورق في السوق صبيحة يوم طرق بابي شخص وسأل عني فلما أجبته بأنني المطلوب تلطف بسحبي من قفايا معصوب العينين إلى مكان مجهول وعندما فك العصابة كنت أنا والمملح نجلس أمام شخص عرفنا بنفسه بأنه كبير المحققين في هيئة حماية الأوطان من الأفكار المنحرفة قرب المحقق ورقة مكرمشة من وجهي قائلا هل أنت كاتب هذا الكلام؟ كانت الورقة جزءا من صفحة لإحدى قصصي مكتوب فيها صحى الطبيب ليذهب إلى عمله بالمستشفى وعندما هم بغسل وجهه لم يجد ماء لأن ماتور المياه لا يعمل لانقطاع الكهرباء وعندما جلس في الميكورباس تورمت مؤخرته بعد مطب عنيف من المطبات التي تملأ الشوارع وعندما وصل للمستشفى انهال عليه أهل مريض بالضرب لموت ابنهم لأنه لا يوجد أي شيء بتلك المستشفى يمكن أن ينقذ حياة كلب نعم يا سيدي أنت تنشر إذن كلاما للتأثير على المواطنين وزرع الكراهية في نفوسهم ضد بلدهم أنشر أنا لم أنشر شيئا اسمع لقد اعترف المملح عليك أنت تنفذ خطة إعلامية شيطانية ضد الدولة ومن يحمونها بنشر أفكارك على ورق قراطيس اللب ومن الذي سيقرأ شيئا على ورقة قرطاص لب أنتم يا سيدي تجندون ألف صحيفة وعشرة آلاف مذيع ومذيعة ومليون ساعة مسلسلات أفلام وتوكشو ومحللين ومخبرين يروجون لكل ما تريدونه هل تخشون كلمة على قرطاص لب نحن في منتهى اليقظة لإعداء الوطن يا سيدي أنا أعشق الوطن ولست عدوا له يا سيدي الكهرباء والمياه مقطوعين فعلا والطرق في حالة يرثى لها والمقابر أفضل من المستشفيات ألا ترى ذلك لماذا لا تثبتون حبكم للوطن بإصلاحه بدلا من مجرد اتهام الآخرين فقط أنتم تركزون على السلبيات فقط سيدي يجب أن ننبه للسلبيات لنعالجها قبل أن تقتلنا ما تكتبه يهاجم الدولة وحماتها الأبطال ولو تركناك تكتب ما تريد فسيؤدي ذلك لضياع الوطن الوطن سيضيع من كلام على قرطاص لب اسمع أنت وشريكك لو وجدنا مرة أخرى أي قرطاص عليه أي كلام ضد الوطن فستكون نهايتكما تم تصويري مع قرطاص اللب أكثر من 500 صورة وهددني المحقق بأن لديه الآن ما يمكنه من إرسالي للمشنقة بالدليل الدامغ منذ ذلك اليوم أصبحت أقضي ساعات في المخزن أشطب بقلم أحمر عريض من أوراق القصص كل كلمة من الممكن تفسيرها أنها ضد الوطن عندما تشترون قرطاصا من اللب في المرة القادمة وتجدون مجرد نقط وفواصل وعلامات تعجب وسط الكلمات المشطوبة فلتعلموا أنني إنما كنت أريد أن أروي لكم قصصي ترجمة نانسي قنقر